عودة مجددا مشاهدين الكرام وإلى فقرة ضيفع الغرفة إن إدراج تقنيات تكنولوجية الحديثة بالتعاملات اليومية أدى إلى أسقاط الحواجز المكانية والزمانية وتحويل العالم إلى قرية صغيرة وقطع القضاء كغيره من القطاعات العمومية للدولة حاول مواكبة التدورات والتغييرات التي يشهدها العالم في مجال التقنية وتطوير قطاع العدالة قصد تطبيق ما يسمى بالتقاضي الإلكتروني في سبيل تحقيق الاستغلال الأمثل لتقنيات التكنولوجية باختلاف أنواعها عبر مراحل المحاكمة الجزائرية العادلة من لحظة تقديم الشكوى وتحريك الدعوة العمومية لغاية إصدار الحكم هذا وأكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمس خلال أشرف على مراسم الاحتفال بالدكا 60 لتنصيم المحكمة العليا أن الإصطاح الشامل للعدالة وتحديثها وتكريس العدالة الإلكترونية من أبرز أولويات واهتمامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أشار وزير في هذا السياق إلى أن قطاع العدالة شاهد تقدما من موسى في مصاري التحدي نحو الانتقال إلى المنظومة العدلية الإلكترونية المتكاملة فما هو التقاضي الإلكتروني؟ خصائصه، شروطه ونقاط أخرى سنجيب عنها رفقة ضيفي الأستاذ نبيل أمد داس محامي لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة ورئيس صالون قانوني أنا بك سيدي مرحبا وشكرا للاستضافة وصباح الخير لك وصباح الخير لجميع المشاهدين الكرام شكرا على تلبية الدعوة بداية إذن أستاذ أمد داس نحو رقمنة قطاع العدالة أهمية هذه الخطوة نعم، نحن شاهدت بلادنا وفق البرنامج المسطر من طرف سيد الرئيس الجمهوري عبد المجيد تبون يعني تطور كبير فيما يخص عصرانة العدالة اللي كان برنامج كملناه وقد أرطأينا منه منذ صدور هذا القانون يعني تفعيل عدة أمور في هذا القطاع أولا فيما يخص الرقمنا يعني النظر عن بعد مثلا عن مآل القضايا عن استخراج مثلا سهيل على المواطن يعني استخراج صحيفة سوابق العدلية عن طريق الانترنت أو الجنسية عن طريق الانترنت وعن طريق القنصوليات وكذلك هناك يعني عدة مزايا كانت نعم رهي في فيت التوجست وهذه فيما يخص العصرانة بصفة عامة خاصة نحن المحامين أيضا يعني تم يعني هناك تنسية عدة يعني آليات يعني آليات لتسهيل العمل ويعني تنقيس الضغط على الموظفين قطاع العدلة وعلى القوضات وتبقى يعني قضية التقاضي الإلكتروني الذي راهه يعني في طور الإنجاز وهناك يعني يعني عمل كبير ينتظر فينا هناك ملتقيات وهناك نحن رأينا بدأت يعني الملتقيات في الملتقيات وتربصت بالنسبة المحامين والقضاء باش يعني نكونوا يعني في المستوى المطلوب نعم أستاذ من ديس مواكبة لتطورات تكنولوجية ومجالة تقنية قطاع العدلة يتوجه نحو رقمنة القطاع ومن أبرز الخطوات التي أقرها قطاع العدلة هو إقرار التقاضي الإلكتروني بدلتنا نتكلم حول ماذا يعني بالتقاضي الإلكتروني وكيف يعرفه المشارع الجزائري نعم هو يعني وفق القانون 035 يعني نعطيه تعريف بسيط المواطن بشي فهمنا والانتقال من التقاضي الفعلي يعني الجسدي إلى التقاضي الرقماني الرقماني نعم نعم يعني في عود الإنسان يحضر الجلسات يعني يكون فيها جلسات فعلية واقعية هنا ننتقل إلى التقاضي الرقماني وهو تسجيل أولا يعني في المميزة التعوه هو تسجيل القضايا إلكترونيين معناها قبل كل شيء لازم يكون عندنا قاعدة رقمانية إلكترونية معناه أن المواطن نحن دوكا في العصر الحديث خلاص لقد شغل استوجب علينا يعني ولد حاجة مفروغة أن كل المواطنين وكل محامين وكل يعني الإدارات لازم يعني تحظى بالوسائل التقنية باش ننتقل هذه المرحلة لمواكبة يعني التطور هذا العالم نحن معناها رانا بدينا في البداية ولكن إن شاء الله نحن رانا في بداية حسنة رانا في خطا ثابتة نحو الأمام لأن هناك إرادة باش يعني وعلاش نحن نشوف الفوائد التعود اللي سنطرقوا لها من بعد هنا هذا التقضي الإلكتروني أولا في تعريف ورانا عرفناه يعني في العمل العمليا كيفاش يتم نحن معناها معوض الانتقال ونتنقيص الضغط نحن نسجلوا مثلا نقولوا عندك قضية نسجلوها إلكترونيا نحكموا يعني ندخلوا في القاعدة الرقمانية تعاوزارة العدالة ونسجل ويتم هنا في اللوجيسيال هذه في القاعدة يعني رأيهم خدمة ويفقى شورط معناها فيها حسابات تقنية تسجل ويأخذ يعطوك رقم ومعد هنا حتى التبليغ نحن ندخلوا حتى الميهن الأخرى مثل مهنة المحضر القضائي اللي معناها يكون التبليغ يمكن أن يكون إلكتروني معناها هي صعبة للتجسيد ولكن غير ممكنة وغير مستحيلة ولكن واجب علينا أن نديروا فيها يعني التربوسات ونديروا فيها يعني الديفورماسيون في جميع القطاعات باش نقدروا نكونوا في المستوى قلنا نسجلوا العارضة هذه ثم يحدد لنا الجلسة هنا القاضي تانيت لما نبلغوا يقول لنا زوج أطراف في القاعدة الإلكترونية هذه في القاعدة الرقمانية القاضي هنا يسير في عودة وين يسير الجلسة يعني يسيرها إلكتروني يكون عنده هنا رقمانة ويعطي مود باس لزاكسي مثلا اليوم أنا راني سجلت يعطي أجل للطرف الآخر باش يجاوب وهنا في الأجلة هو يخرج أوتوماتيك مثلا في الخمسة عشر يوم لأجل باش يجاوب انت متقدرش تعود تدخل تحطي وتائق فيما يخص الوتائق تولي يعني ما نتنقلوش المحكمة باش نحطوا الوتائق وورقية كما كنا يعني هنسكانيوها نحطوها في سكانيوها نحطوها في سكانيو سفر ورقة سفر ورقة ومعد نقولو علش نشوف الإيجابيات تعوه ونقدر نشوفوه على هنا وش الفوائد اللي رح ننصيبوها من بعد هنا يا قولنا لما يعطينا لكسي القاضي باش لا أخر يجاوب هنا ومعد في الميلف أيضا الميلف سيف يكون مورقما يعني الميلف يعود أن ننتنقل المحكمة وفيها أرشيف وفيها استيلام وستسليم هنا يا الميلف نسكاني هنا باته وهنا تكون الرقابة يعني على القاضي في القاعدة بابو مواطن أستاذ أمدانس بعض المواطنين يطرحون سؤال في حال كان هناك شخص يريد رفع دعوة قضائية إلكترونية هل يتوجه إلى المحامي عفوا هو الذي يستكلف بملف التقاضي إلكترونيا أم يمكن للمواطن العادي أن يرفع الدعوة في منصة؟ نعم هنا هذا هو هنا وجب اتباع قانون الإجراءات المدنية هناك قضايا هناك فروع أن يكون المحامي إلزامي يكون محامي إلزامي معناها مثلا في المحكمة الإدارية أو في المحكمة التجارية أو في المحكمة أو في المجلس أن يكون محامي إلزامي هنا الخدمات المحامية تبقى واجب على المواطن التوجه للمحامي لكي يسجلوا عرضة ويسجلوا إلكتروني هناك فروع وإن لم يكون المحامي إلزامي هنا المواطن يروا يقدم مثل كما الشكاوى والسيد وكي الجمهورية لا يوجد إلزامي يقدر يدير شكاوى ويبعثها إلكترونيا ثم يدخل في القاعدة هناك أمور تقنية راح ندرسوهم في المستقبل حتى المواطن لازموا لكن فيها عمل كبير ولكن هناك الإشكالية أنه كيف يمكن للمواطن أن يدخل للقاعدة هذيك وكيف يتم دخوله كيف يطوله الموطباس كيف يجعوده ما هي إجراءات المتحدة؟ نعم هذه هي الإجراءات هنا مع الوقت سوف يبانوا شوية إشكالات في المستقبل سنطلقوا لهم بعد أسد عمد آسر ونتكلم حول ضوابط التقاضي الإلكتروني وما هي شروطه؟ شروط أولا يجب أن يكون عندك صيفة هنا نطبق قانون الإجراءات المدنية وقانون إضاءات الجزائية فيما يخص القضايا الجزائية ونطبق قانون إجراءات المدنية فيما يخص القضايا المدنية معناه نفس الشروط التي كينا في المواد هي الصيفة والمصلاحة ويعني تكون موضوع يعني يكون نيزاع نفس الشروط تختلف فقط الطريقة أنه في عوض نتوجه يكون يعني محاكمة واقعية وجسدية تتوليها رقمياً ولكن تفترض عليها نفس الشروط وهو احترام وتطبيق مبادئ القانون المتمثلة في الإجراءات يعني قانون الإجراءات الجزائية فيما يخص المادة الجزائية تبقى هي هي ولكن يكون فيها تعديلات ترون بدأ وفيها تعديلات فيما يخص إدخال هذه الرقمانة ما هي إجراءات التي يتم اتخاذها في حال أراد مواطن ما رفع دعوة قضائية عن طريق التقاضي الإلكتروني؟ هو نفس الإجراء هو نفس اللي يعني قلنا تكلمنا عنها هو نفس الإجراء اللي يراه مذكور في القانون هو أنه يرفع دعوة يكون عنده أولاً مصلحة يكون عنده مثلاً ويكون عنده مصلحات يكون عنده صيفة يكون عنده شروط يعني يحترم شروط الدعوة القضائية ويحط بطريقة عادية هل هناك منصة معينة للمواطن؟ للمواطن نعم فعلاً كان منصة يقدر يلجأ لها عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العتل أستاذ أمدس لو نتكلم حول الدعوة القضائية هل التقاضي الإلكتروني يشمل دعوة قضائية معينة أم جميع أنواع القضايا؟ نعم التقاضي الإلكتروني يشمل جميع القضايا وجميع حتى في تلقي الشكاوي إنطلاقها من طلاق الشكاوي في المادة الجزائية لكي نفهم وخشى لماذا؟ في القانون هناك عدة مادة الجزائية وهو سيلو بينال وإن كان فيها العقوبة والجرائم وإن كان المادة المدنية وإن كان فيها نزاعات مدنية في المدني شؤون أسراء اجتماعي عقاري نعم هي شروط مختلفة فيما يخص المادة الجزائية أو المدنية لكن كيف يتم توجيه المواطن من أجل تفعيل التقاضي الإلكتروني؟ هذا هو الهدف وهذا هو كما يقولون هنا يجب أن يوعي المواطن عن طريق التلفازات عن طريق المواقع وهنا المواطن فيه كأول إجراء لما يتقدم المحكمة يعني هنا يكون فيه توجيه نحن رأنا في طور السير معناها هذا ونبدأنا رأنا نتعلمه ورأنا نتفرمه ونتربصه في هذا الطريق هذي معناها ما زال الطريق طاول شعور في هذه النقطة بدأت أستاذ أمدنس نتكلم حولها ما هي البرامج التدريبية المطلوبة لتأهيل المحامين والقضاء من أجل العمل ضمن التقاضي الإلكتروني خصوصا أن هذا التقاضي الإلكتروني في سنوات الأخيرة أصبح لازم مع التغيرات الحاصلة في العالم نتكلم بالضبط في هذه النقطة هناك ملتقيات في كل منظمة الجهوية للمحامين وحتى في المهن الأخرى كمحضرين قضائيين حتى الموثقين وتاني هناك ملتقيات ما بين القضاء المحامين بش يعني يدرسوا هذا القانون يدرسوا خاصة الأمور التقنية والطريقة التي خلينا يعني ننواكبوا هذا من التقاضي الإلكتروني نعم أولا في المنطقة وكين تاربوسات فيما يخص القوضات على ما أظن موالك أنا راني صحيح في الإحصائيات هناك خمسين قاضي يعني راهوا خمسمائة قاضي راهوا تدرب يعني على هذا التقاضي الإلكتروني ومازال يعني كل دفعة تخرجتها راهوا يدخلوها في البرنامج تعد دراساتهم وحتى إن شاء الله نلحق وين نكونوا واجدين وهنا يتم التطبيق الفعلي ماذا عن المحامين أستاذ أمدنس وأنت محامي لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة ما هي البرامج اللازمة لتكوين المحامين للتفاعل مع هذا النوع من التقاضي الإلكتروني؟ نحن نشوف هناك ورشات أيضا كل منظمة تدير ورشات على مستوها تدرب المحامين هي طريقة الأنجاح هي طريق الورشات ورشات الإلكترونية وين يكون يعني شغل تاربوس وهنا يفتح باب النقاش هناك أول إجاء أن نفضل الورشات وهناك الملتقية أيضا والأيام الدراسية في كل أنواعها هنا نقدر أن تبادلوا يعني هناك دكاتيرا وباحثين في هذا المجال وتانيت نحن بالنسبة لنا كمحامين نحن رأنا في الميدان نقدر أن نطرحوا إشكالات كبيرة كيف هي العوائق التي نصيبوها ما هي المشكلة التي نصيبها ما هي الحلول ما هي الإضافات نعم الإضافات التي نقدر أن نمدهم هنا نخرجوا بالتوصيات وتوصيات نقلوها إلى الجهة المختصة ووزارة العدل ووزارة العدل تقيم وراهت نعم نتطرق إلى نقطة أخرى سيد أمنداز حول الإجراءات القضائية كيف يؤثر التقاضي الإلكتروني على سرعة الإجراءات نعم نقلوه كيف يؤثر إيجابيا أولا هذا التقاضي الإلكتروني فيه إيجابية بزاف أنا كمحامي أولا في الميدان أولا راح يجنب العناء التنقل لا يوجد التقاضي الإلكتروني شيء ما لم أقلوه أنه عندما نسجل نسجل دعوان نسجل من أي مكان نحب من أي وقت نحب و أي نهار نحب ندخل للقاعدة الإلكترونية ما شي كما ذوك يجب أن تذهب إلى من أيام الأسبوع من 8 إلى 4 ونص ثم يغلقون إلى 12 وكذلك تسيب مشاكل تسيب بلاشين تكراهم إذن في التقاضي الإلكتروني نقدر نروح في أي مكان و أي زمان هنا سوف أولا نتجنب عناء التنقل خاصة أن يكونوا مثلا في الخارج حتى في الخارج يقدر يسجل دعوان ثم يدخل للقاعدة الرقمية هذا سوف يجنب العناء التنقل ثانيا سوف يجنب الضغط على الموظفين تعالى المحاكم فيما يخص تسليم الملفات أو استيلام الملفات المراقبة فيها أمور بزاف يعني هنا نقص الضغط ونقص الكم على الأرشيف معناه هناك تسيل وهناك شيء الأهم هو السرعة في تنفيذ السرعة في القاضاء في استخراج الأحكام إصدار الأحكام هناك السرعة وهناك تأني أيضا نحن من المقاضي لما يخدم في أرياحية بدون ضغط تخيل القاضي إذا يدخل بمئة ملف والضغط على الجلسة يعني في تسيير الجلسة مع المحامين مع المواطنين إذن هذا كله ينقص الضغط عليه وهناك تكون يقدر يمد يعني تكون نوعية جيدة في الأحكام ما دم هو يخدم في أرياحية نعم أستاذ أمدس لنتكلم حول نقطة بعد مرحلة إداع دعوة قضائية سيرورة ملف القضائي وهذه الدعوة القضائية يعني سابقا يعني كما نقول في المحاكمة التقليدية نعم بين المحامي والقاضي هناك تواصل لكن في التقاضي الإلكتروني تغيب هذه التالية نعم أنا جانب الإنساني نعم أنا مراني من يعني المحبين هذا الجانب هو الجانب الإنساني سألوه كونتاكت إما لي راح أخلاص أبك حنا رانا في زمن وين راح الجانب راه الجانب الإنساني يعني الجسدي راح نقص في جميع المجالات خاشر رقمنا راي دخلت في جماعة حتى في مدنة الجماري والتعامل الاقتصادي حتى في منسبة الموثقين ثاني ترام دخلوا لهم من رقمنا وين سهلوا لهم عناء التنقل إلى المحافظة العقارية كان أمر ولكن هنا الجانب الإنساني جانب مهم جدا بالنسبة يعني لنفسية الإنسان يعني كونتاكت إما هذك راح ينقص خاصة وكاين ينتقدوا هذا الجسديمو ينتقدوا هذا التقاضي الإلكتروني يقول لك الجانب الإنساني مهم جدا خاصة بالنسبة التقاضي يعني في ما يخص المادة الجزائية يعني في المحاكمة معناه يقول لك مثلا هل يمكن هل تكون محاكمة يعني عادلة لما القاضي ما يشوفش يعني المتهم قدامه ولا ما يشوفش الضحية قدامه هنا تبقى أمور لكن يبقى خير بالنسبة لي نعم نصيبها نصيبها إيجابية لماذا مسكين المتهم يقدروا يجيبوها مثلا المسجن البرواقية بشي شارعه هنا أو المنقلعة بشي شارعه في مجلس قضاء الجزائر هو يقصلوا عن التنقل ولا محاكمة عن بعد نعم وهنا أمر مجسد ونجحه الحمد لله وصبنا فيه ولكن هناك دائما نصيبوا فيها سلبيات ونقدروا نجاوزهم نعم خلال دراسة ملف القاضية كيف تسير العملية إلى غاية إصدار الحكم بالنسبة للتقضي نعم نفس الإجراء هناك يعني تقديم المذكرة ويعطي والقاضي يشوف أجل للطرف الآخر لكي يقدم وشنو هناك فيها تقنيات معناها يعطيك الموتباس لاكسي مثلا 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 لما نقدمه حنا حضرت ملتاقة في منظرة بومدس كان فيها يعني ممثل الوزارة العادل وكانوا فيها كثيرا يقول لك نعطيك لما نمد المذكرة يعني هنا يشوف القاضي خلاص يكسبتها هناك يجب أن يتحكم لا يستطيع لا يستطيع إلا في إعطاء الأوامر في الضغط ويعطيه لاكسي للطرف الآخر يعني يعطيه أجل لا يدخل أي شيء هناك عندما يعطي أجل يلحق الأجل هذاك يزيد يعطيه لاكسي هنا القاضي يسير الجلسة لكن بطريقة رقمية ويتبع خطوات للوجيسيال يعني القاعدة الإلكترونية هي التي يعمل نعم كما ذكرت في المقدمة أستاذ أمدانس أن العالم يعيش تغيرات وتطورات تكنولوجية كبيرة والتقاضي الإلكتروني يفتفرده هذه التغيرات وفي طار رقمنات وعصرنات قطع العدالة نتكلم ما هي الخطوات المقترحة لضمان شمولية التقاضي الإلكتروني نعم هنا هنا لازم توفير وهذا هو الإشكال الكبير الذي سنطلقه وهذا هو ولكن مع الوقت إن شاء الله نصيبه له في طورة ونصيبه له حل مع أنه لازم توفير الشابة هنا أولا تشبكة الإنترنت تتوفر في جميع أنحاء الوطن هنا أولا يعني التقنيات لازم يكون مواطن والموحامين بكل أعمارهم يتمكنوا من تقنيات هذه ولكن هنا في الواقع أنا 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 شاب يمكن أن نتمكن من التقنيات ونتعامل معه ولكن يقول لك أنا ما هذه الطريقة هذه لا أعلم أي لازم ندخل التوعية من التقافة ولكن مكاتب المحامين والموضاعي يكون مجهزين بالتقنيات والوسائل لنقوم بسكانار والإنترنت هذا شيء مهم ويكون نسبة تدفق مليح لكي نقدره خاصة فيما يخص المواعي هذا يوجد كبير نظر أن نضع مذكرة كأخر أجل ويذهب إلى الإنترنت هنا هنا يوجد إشكال آخر أجل نضع إستئناف أو معارضة أو مذكرة أو فيما يخص أن يجب أن يتمكنوا من التقنيات هنا يشارك مع شركة اتصالات هنا سوف تلعب دور كبير في هذا المجال إن شاء الله إن شاء الله نكونوا في المستوى إن شاء الله إذن نسدنا من أبداس محامي لدى محكمة العليا ومجلسة الدولة ورئيسة صالون قالوني أهلا شكرا لك على كل هذه تغضيحات وحضورك معنا إذن مشاهدين بهذا الوقت وصلنا إلى ختم فقرة ضيفي على الغرفة فقرات غرفة الأخبار متواصلة لكن بعد الفاصلة